مساء الخير دولت الرئيس أهلا وسهلا فيك مساء النور أستاذ مارسيل مساء النور لجميع المشاهدين ومساء النور خاصة لأستاذ جورج يا جورج رحنا كتير بعيد بالأسئلة ورحنا أفغانستان ورحنا أزالبيجان ورحنا عم نشوف الوضع استراتيجي كامل ورحنا عم نفتش المواطن عم نفتش شعطان كتبينزين وعلى شامعة مثل الخلق وعلى رغيف خبز يدري يكلوا تاني يوم ومعه شو ضاين اليوم السادس يعني تحليلك حياة كويس جدا بس تدعيننا يا رب الله يعطينا الوقت لحتى نريح المواطن لحتى ندر نوصل له الطموح اللي عم تحكي عنه لنطلع استراتيجيا ونشوف بقى إن شاء الله بهمتك وبهمت الطيبين بنوصل له طيب انطلاع من هون انت ليش قبلت تعمل رئيس حكومة حضرتك لوقت عم نشوف أنه نحن اليوم في حظ وفي أمل لو كان ضئيل لحتى أقدر جنب هالارتطام اللي كنا عم نحكي عنه وهالانزلاك الكبير اللي عم بيصير بقدر أني أقدر امنعه بإذن الله أنه يصير الارتطام وينفجر هالوضع أكتر بلبنان فأنا بكون مسؤول إذا ترددت بهذا الموضوع أنا عارف تماما الوضع منه سهل أنا عارف أنه خطوطي أنا فدائي بهذا الموضوع ولكن أنا عم بعمل هالشي لأنه بيهمني وطني وبيهمني أهلي وبيهمني مواطني أنا قدمت على هالموضوع وأنا عم بقول أنا رحت على النار رحت اليوم عم بروح على هالحريق وعبدي جرب خفف أقدر المستطاع تمدد هذا الحريق ولكن أنا لوحدة ما بستطيع أن أقوم بذلك أنا حبيت تكون قود هالفرقة ولكن بدون كل الناس بدون الناس مثل ما قالت السيدات والسادة والشباب والشابات صعب جدا نقدر نقوم دولتا رئيس نحن مرؤول أن الوضع سهل أستاذ مرسال وأنت عارف عارف الوضع اللي كلنا عارفينه وبدنا كلنا تضافر الجهود ورجاء نخفف من أي كلام سلبي الكلام السلبي بس أعطونا شوية مهل حتى نقدر نطلع من هالجورة اللي نحن فيها دولتا رئيس منذ 17-20 وصولا إلى مبعد أربع آب الثوار ينتظرون حكومة رئيسا ووزراء تحقق آمالهم هل تعتقد أن نجيب مئاتي هو الشخص المناسب لأحلام هؤلاء الناس مما لا شك أنه الأداء تاعي والممارسة في الأيام القادمة أو الأشهر القادمة هي اللي بتقرر إذا كنت أنا قدر طموحا أو لا نحن اليوم في نظام نظام ديمقراطي دستوري هالناس كلها يتسرختها أنا بيحترمها وبدي أسمع لها لأنه هي عم تنقل وجه على الناس أنا أول ما صارت بعد 17-20 أول كنت أول قائلين أنه هالناس يجب أن نسمع لهم هالناس عم تعمل سرخها كدير مبيرة هالناس عم تقول كلكم يعني كلكم يعني نحن منهم ما بدها الطبقة السيسية ولكن نحن اليوم مضطرين بهالسلاسة أو بالسلسلة الديمقراطية الموجودة الدستورية أن نقوم بهالمرحلة وبكرة جاي الانتخابات قريبا هي بتقرر ما هي المرحلة القادمة كيف يرضى نجي مئاتي أو يرضي نجي مئاتي الشارع اللي ثائر ضده وسائل تواصل الاجتماع وغيره اتهامات بالفساد استغلال النفوذ والسلطة وصولا إلى ملف قروض الإسكان هل تعتقد أن الشارع أعطاق السقة أو سيعطي قسقة استاذ مرسال كلية اتهامات سياسية ما في إلى أي أساس الحمد لله تاريخي أنا دخلت العمل العام من عشرين سنة وأنا كان كان عندي أشغالي وأعمالي قبل وأنا دخلت على السياسة كرجل أعمال وأنا كل ما يقال من كل هذه الاتهامات ما بدي أرجع كرر لأنه بيدلهم بيحبوا يحكوا لأنه ما في عندهم شي غيره يقولوا أنا عملت ست سنين وزير أشغال الحمد لله ما حنا بيحكي كلمي عن أدائه ورئيس وزارة وبأي مكان كنت فولا أي شيء لمخالف للقوانين ولا تهمت بالفساد بالمعنى بالمعنى الفاسد أو الرشوة أو أي شيء من هالنوع فبالتالي الحمد لله ضميري مرتاح وبعتقد الناس الأوادم بتعرفني وبتعرف أدائي وبتعرف تفكيري يتساءل الناس دولت الرئيس لماذا يعطى نجيب مئاتي ما لم يعطى لسعد الحريري بماذا تجيب القصة العطاء لمن العطاء للوطن العطاء لنخلص مشكل العطاء لحتى نقدر نضهد نضهد من هالموضوع ما حدا لا عم بيعطي من كيسه ولا حدا عم بيعطي من هون ولا حدا عم بيعطي من هون نحن كان فيه نوع من انتقال برجع بقول نوع من ديمقراطي الرئيس الحريري ارتقى لحسه الوطن يلا أنه خلص ما بقف يحمل هذا الموضوع ويتحمله هو شخصيا فقرر الاعتزار ونحن لما قرر الاعتزار انت بتعرف أنه ما كنت محمس اعتزاره أبدا ممكن ضد اعتزاره ولكن نحن كلياتنا وقت اجتمعنا قلنا ما بصير هل نحن بنبعد حالنا عن انقاذ الوطن هل نحن منقول انه خلص استسلمنا ولا نريد ان نتعاطى ونقاطع ونقاطع كل شيء لا قلنا لا لحتى نفرج ان احنا ايجيبيين نحن رأس الوزارة السابقين مشكورين هن اقترحوا ان يكون انا اقدر تابع هالموضوع وهي دي تجربة ما هدفه الا انقاذ الوطن مثل ما كان الرئيس حريري حابب يعمل انا هكملها باذن الله يعني ما رح تنزل عند سقف يعني الامور لي حتى سعد الحريري يعني هلا مثلا اذا بيبعد اقول لك هاي دي قبل فيها الرئيس الحريري وهي دي ما قبل فيها الرئيس الحريري شو بتعمل كي بتعمل مع هيدا الموضوع اول شيء السقف الرئيس حريري وضعه الرئيس حريري معنا نحن كرؤسة وزارة سابقين نحن وضعينه سوا ونحن هذا السقف سقف وطني مش سقف شخصي بتعلق ببيت الحريري او الرئيس حريري او بالرئيس سانيورة او سلام او فيني هذا الموضوع سقف وطني بكل معنى الكلمة اي واحد مننا هو من بقلبه وربه حطه لانه بيهمه الوطن وبيهمه انه نحافظ على الدستور ونحافظ على الاداء الدستوري كامل اما لما يقولولي هيدا الرئيس حريري وافق علي وهيدا الرئيس حريري ما وافق عليه انا جاوبي واضح انا نجيب مئاتي ما تقولولي انه اذا وافق عليه لما انا بدي كنتوا تخلوا الرئيس حريري وما وافق عليه اسمحولي لانه ما وافق عليه لانه معه حق ما يوافق عليه فبالتالي اليوم أنا نجيب مئاتي عندي أدائي عندي صورتي عندي طريقتي عندي تاريخي هو اللي بيقرر الخطوات المستقبلية بموضوع تركيبة الحكومة أول شيء أنت بتعتبر أنه سعد الحريري رح يضلوا دعمك للنهاية مثل ما بيقول بحديثه سكاي نيوز أنا والرئيس حريري واحد أوف يعني أنت عم بتفوض عن سعد الحريري أنت عم بتفوض عن سعد الحريري مع ميشيل عون مثل ما كان سعد الحريري عم يفاوض عني وعن رؤسة الوزارة السبقين مع ميشيل عون بالتسعة الشهر الماضي ليش بده يقبل معك الرئيس ميشيل عون لكين خياره نحنا ما حبينا مثل ما قلت أنه نحنا نقاطع ونحنا يمكن كل واحد عنده أسلوبه يا أستاذ مرسال يمكن أسلوبه مريح وللرئيس عون ما المهم كل واحد عنده أسلوبه وعنده طريقته نحنا بدنا نوصل للهدف بدنا نوصل لتشكيل حكومة هالحكومة تكون فريق عمل لحتى يقدر يعمل آخر آخر رصاصة أو آخر محاولة إنقاذية بها البلد إن شاء الله بإذن الله بيمشي الحديد هلأ كيف بتقيم هالاجتماعين اللي صاروا مبارحة واليوم اليوم ما حكيت حضرتك بعد أصر بعبدة إفساح المجال لأطلالتك الليلة عبر هوى الأم تي في عمليا كيف بتوصف هذين اللقاءين مبارحة واليوم هل في تعاون هل بلشت تصطدم بالمعرقيل بموضوع المداورة يعني ياريت تشرحنا شوي المشكلة وين اليوم دورة الرئيس صاروا ثلاثة اجتماعات نعم الثلاثة المساء والأربع بعض ظهر والخميس بعض ظهر صلنا ثلاثة اجتماعات نحن بهذه ثلاثة اجتماعات طبعا كنت أنا دائما أنا عم بيستطرح رئيس وزارة هو الذي يطرح أنا أطرح وأأخذ بلاحظات فخامة الرئيس وهو طبعا ملاحظات لها قيمة وأخذها بعين الاعتبار في سبيل تشكيل حكومي مثل ما قلنا متجانسة نحن بتلجل سيد كنا عم نحكي بموضوع الحقائب وحنبلش قريبا بعد ما كل شيء تسمعه بأسماء غير صحيح بعد ما بلشنا حتى بموضوع الأسماء بس عندك تصور واضح وحنبدأ بموضوع الأسماء الأسبوع القادم الأسبوع القادم؟ أنا أسبوع القادم التنان يعني ما في حكومة قبل أربعة أب دولت الرئيس؟ لا إذا التنان هنبلش نحكي بالأسماء مني أكيد أنا بصعب أتمنى أنه يطلع معنا أشيء وعملها بكرة وأنا مستعجل ولكن ما بعتقيت في قبل أربعة دولت الرئيس هل قررت الارتزام بأربعة وعشرين وزير؟ يعني أنت كان سبق لألك بأول أزمة مع رئيس سعد الحريري والنقاشات طرحتك حكومة تكنو سياسية بس واضح بتقول حضرتك للنهار أنه تبدك حكومة تقنية مية بالمية اليوم نحن رايحين على حكومة أربعة وعشرين وزير أستاذ مرسيل أنا اللي قلته حكومة تكنو سياسية من سنة تمام صحيح يعني كان بعد فيه سنتين للانتخابات بقى اليوم نحن على على عشية انتخابات قريب من انتخابات فنحن بدنا حكومة تقنية تهتم يكون تكون مهتمة بالموضوع الاقتصادي والمالي والمفاوضة مع الصندوق وخاصة مع الصندوق النقد الدولي وإعادة الاعتبار للوبع المعيشي في لبنان وعننا موضوع انتخابات فبالتالي ما بقدر يكون أنه السياسة يكون فيها سياسة مثل ما كد أنا أفكر من سنتين العدد أنا مني أسير أرقام ولا أسير أعداد 14 18 20 24 30 هلأ عم نحكي الحقيقة لحتى ما صعب الموضوع عم نحكي ب24 نعم بس 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 أنا مني أسير رقم طيب عم تحكي بمهمة هذه الحكومة شو هي بتذكرنا شو هي مهمة هذه الحكومة الموضوع المالي والاقتصادي مثل ما حكيت عن الأولويات الكهرباء الدواء والمعيشية والمعيشية وموضوع الانتخابات البنزين وكل هالموضوع وموضوع الانتخابات من هون نعم من هون أنا طالما طالما هيدول هنن المهمات تبع الحكومة من هون بس أنا بقول بتركيبة الحكومة عندهم بحقائب معينة بغض النظر عن التوزيع الطائفي أن الشخص اللي بده يستلمه يكون عنده الخبرة ويكون عنده الكيمة العلمية ويكون مستقل وعنده شخصية شخصيته لمستقلة كاملة يعني مثلا أنا اليوم وقت عم بيجي يقوله الداخلية وال 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 والعدل الداخلية والعدل هيدول وزارتين أساسيتين موضوع الانتخابات النيبية صحيح من نقدر نكون جيبهم من من طرف معين لأنه ساعة الكل بشك بمصدقيتنا الانتخابية لازم يجيبوا على حيات كامل هيدول وعنده استقلالية كاملة وحتى يقدروا يكونوا عندك بالموضوع المالي والاقتصادي أنا بهمني كمان أربع حقائب أساسية هي المالية والمالية منعرف أنه أهميتها وأهمية التفاوض بنفس الوقت عجب المالية في وزارة الاقتصاد يمكن وزير الاقتصاد ما عنده الدور الأساسي ولكن وزير الاقتصاد تحت عنوان تحت الاتيكات أو الارما اللي محطوطة اقتصاد يجب أن يكون على تعاون وتنصيق مع وزير المالية خاصة بالمفاوضات مع الخارج ما بدنا وزير الاقتصاد يكون يكون معارضة وزير المالية داخل الحكومة وبالتالي كمان بهمنا لوزارة الطاقة وزارة الطاقة اللي هي عم تكون أكبر هدر للدولة اللبنانية في المرحلة الماضية بدنا نحولها بإذن الله من وزارة يكون فيها هالدعم بالمليارات كل سنة عم تكلف اللي هي بتصارت مكلفة فوق الأرمين خمسين مليار دولار بآخر فترة زمنية نبالش تقدر تعطينا نوع من موارد ميلية معينة عندك قطاع الاتصالات وزارة الاتصالات كانت هي يقولوا عنا بترول لبنان كانت تعطي فوق مليار ونص دولار بالسنة أكتر كانت تعطي أكتر مليار ونص هلأ أنا باعتقد باللشنة هنصير الوزارة الاتصالات بتوزارة الكهرباء هتصفي بدأ دعم من الدولة اللبنانية لأنه لأنه عم نشوف كيف عم تقدر عم جبورة تدفع كل شي بالنقد الأجنبي وبالتالي كمان عم تتقاضى بالعملة المحلية اللي هي صارت عشر مما كانت فيها بالماضي فبالتالي بدنا نشوف الركز يكون حدا عنده الداع يقدر يحافظ لنا على النوعية ويقدر ما يكون يقرب كتير على المواطن بهالوقت أو يأثر عليه خاصة على الوابع المعيش اللي بنعرفه وبنفس الوقت نقدر ننهض بهالاقتصاد المطلوب دولتالي رئيس عمليا عم بتقول بغض النظر عن تركيبة الطائفية لأنه هون بلشت الأمور تاخد منحة آخر أنه الرئيس عون عم بيقول أنه ليش ما بنعمل مداورة حتى بموضوع وزارة المال رجع طرح هذه المسألة تينفات على موضوع وزارة داخلية وأكيد حضرتك سمعت هذا الكلام نحن رايحين على مشروع مشكل جديد فيما يتعلق بالمداورة تحت هذا العنوان رح بنكون أمام تفاصيل يدخل فيها الشيطان استاذ مرسال لهلأ الوضع أنا وفخمت الرئيس تفاهم كامل وتعاون كامل ليش عم نشتغل مثل حرقوس وأم حرقوس وأبو حرقوس أنا حرقس وهي حرقسني ونتكهل إنه هو حرقسني وأنا بدي حرقسه مش موضوع حراسة موضوع إنقاذ البلد يا مرسال في معايير فيه شعب بيصير لك ما قالنا عين ما قالنا عين نمشي بالشارع وليك ما قالنا عين نمشي بدي أرجع وروح على المطعة مضبوط طيب بس دولة الرئيس بنا رجع نعيش دولة الرئيس بدي أرجع معك بفهم اللي عم بتقوله بس أنا آخر شي كمان بهمني أعرف على المعايير اللي أنت والرئيس الجمهورية اتفقتوا عليه بلاش تحكم معايير محددة أو دغري قالك ليش بزارة المال بلا تكون مع الشيعة لا 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 في معايير نعم لا ما صار هالشي في معايير وأنا ويه متفقين على المعايير وأنا ويه على توافق اتفقنا أنه إذا في أي نقطة خليفين نخليها عجلاب لحطة نخلص كل التركيب منحكي فيها ومنشوف كيف منخلص هل صحيح أنك هيدا بكل صراحة هل صحيح أنه اتفقتوا على عدم طرح أسماء السفزازية متبادلة أنه لا أنت بتطرح أسماء السفزازية بالنسبة لأله ولا هو نفس الأمر هل صحيح هذا الأمر العكس نحن ما أنه ما نطرح أسماء السفزازية نطرح أسماء مقبولة من الجميع ومقبولة من الناس مقبولة من الشعب اللبناني مقبولة عندها مصداقية وعندها تاريخ في عملها اللي بتعطي أمل وطموح أنه نقدر نعمل أصلاح بها البلد سناء الشيعي هل أودعك أسماءه أسماء لخصائيين يعني كيف رح تصير الأمور يعني أنت بتطرح أنه بوافقه أو بيرفضه أو العكس أنت بتختار من لوائح ترفعها كل القوى كيف بدك تشغل بهالإيطار أنا 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 هكون واكعي جدا لا أقبل بأحد أن يفرض علي وزير ولكن بنفس الوقت أنا لا أضع وزير استفزازي لأحد نعم عظيم بقى فبالتالي أنا بدي أكل عناب بدي أقصى على النهاية مظبوط بتقلي أنه والله هيك أبقل لك أنا بدي رتب الموضوع أقدر شكل فريق عمل متجانس عنده مصدقية عنده استقلالية أقدر قود هالبلد بهالفترة القادمة وكون حقيقة رئيس هاللاعبين لنفوت لنقدر نفوت الأهداف اللي بدنا إياها طيب دولتا رئيس كتير منيح اللي عم تقوله بس خلينا بدي أرجع شوي على الأرض حكيت أنه في سقف لرؤسة الحكومات ما بدك تتنزل عنه بسقف رؤسة الحكومات واضح أنه لا يجب التخلي عن وزارة داخلية للسنة سقف الثناء الشيعي وزارة المال مع الشيعة صح لا يا مرسل لا يرى أنا قلت لك سقف وطني على الالتزام بالدستور ووصيقة الوفاق الوطني لا بتقول هايدي هالوزارة لفلين ولا هالوزارة لفلين ولا هالحقيبة لفلين نحن ما هيده هو السقف طبع رؤسة الوزارة السبقين السقف طبع رؤسة الوزئي ووقف صف وطني أنا ملتزم بالالتزام الكامل بالدستور مش انه انا كل هدفي اني بس هالشغل او هالحقيبة لمن ولا لمن هل صحيح انه انت طرحت تتحل اشكالية وزارة دخلية انه انت تكون وزير دخلية كمان غير انك كون رئيس حكومة انت بتعتقد انه انا عندي وقت قدر تكون رئيس وزارة ووزير دخلية وقدر انهب النار كله 24 ساعة شو بدي جيب كل واحد انا عم جيب بال24 لحتى كل واحد اعطيه حقيبته ما اعطيه حقيبتان لحتى كل واحد يتفرغ لحقيبته بكل معنى الكلمة وانا قدر نسق وتابع كما ينص الدستور بين مختلف الوزراء والمشاريع تنخط وخاصة اكون متابع مع صندوق النقد الدولي هيدا مننا ويردي ولا محسنا في انا هلأ قبل ما طلعت معك قالولي اياها ضحكت ما في شي منه نصحك جبران بسيل بانك ما تتحول الى ضحية خمسة لسعر الحريري بعد الصفة دي والخطيب وطبارة وقديب شو بتقله ردا عن نصيحة مردودي نصيحتك مع الشكر شو بتقله لا 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 ضحية من اجل ماذا اذا ضحية ميشيل لبنان ودلني حافظ على الدستور اللبناني انا ها اكون ضحية ليش تعتبر وقرار فتحة عني من اليوم تعتبر انه كل الاداء السابق من قبل فريق العهد كان ضرب للدستور اللبناني لا 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 شو هلا اليوم بهالمرحلة انت انت عم تقله دول نعم ما عم تقله كل العهد ولا عم تقله اللي قبل حتى الرئيس حريري كان بالحكومة الاولى تبع على هذا انا ما عم بقلك انه انه ضرب بس اذا عم نقول انه نحن ضحايا ضحايا من الرئيس حم يقول انه لا تكون ضحية كما فعل بنفسه سعد الحريري اذا سعد الحريري فعل بنفسه يريد ان اما فعله بنفسه ان يفعله به يعني معناته انه بيحبني ما شفنا باموسك اذا عم بيعمل نفسه مثل نفسه ما شفنا باموسك ما كان للسلسل معطل لانه كان باساس نقاش سعد الحريري يعني وبعرفك ما بدك ترجع ترجع لمرحلة لانه انا اسمي نجيب مئاتي انا بدي اشتغل بطريقتي بس اساس الكلام والنقاش طبع سعد الحريري كان موضوع السلسل معطل هذا أمر طرحه واشترطه سليمان الفرنجيه كمان اللي هو حليفك ومناس الرشحوك هل ستعطي السلسل معطل كيف ستتأكد من خلال تركيبة الأسماء اللي يمكن ممكن تكون مفخقة أنه السلسل معطل ما رح يكون سلسل معطل لمن؟ بزيطولك أسماء بتكون حصان ترواضة للعهد تنقول لا لا لمين؟ هل قد صرت أنت والعهد حالة؟ رئيس العهد هو رئيس كل السلطات لك لا رئيس العهد رئيس كل السلطات بده يحضر حاله بتلت بحكومة؟ يا عمي ما تظهروا هل موضوع هل قد العهد الفخمت الرئيس بتظهروا بتلت؟ طيب ليش ما كان عنده نفس زوابك سعر الحري أنا عليك هلأ هلأ أنت عم تضحك بس أنا ما شفك عم تضحك الحقيقة أنا مبسوط مؤمن باللي عم بتقوله يعني بس أنه يعني عمليا طرح العهد مسألة السلسل معطل واشتغل على هذا الأساس مع أنه نفاها ولكن صار الحريري كلنا قمتوا بالتسعة الشهر أنه عم بيجربوا ياخدوا السلسل معطل لما بعد مرحلة يمكن ما بعد انتخابات نيابية المقبلة إذا دامت هذه الحكومة أنت كيف بدك الدولة بالأمور حتى ما يكون السلسل معطل مع حدا دولة الرئيس مرسل نعم كلمة بتحنن وكلمة بتجنن صحيح أنا بقلك هلأ بهات ثلاثة اجتماعات مع فخامة الرئيس الموضوع ما فتح سيرة ولا جبري سيرة ونحن عم نتشاور بكل معنى الكلمة أنت قلت هلأ بحديثك أنه إن شاء الله برجع بطلع معك إن اعتذرت أو بقيت رئيس وزارة بإطلالة قادمة معك ساعتها بقلك بررك الموضوع أما اليوم ليش لحتى تخيل شي اقدر اقدر خفف من هالتفاعل عند الناس أنا بدي 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 قود هالحملة بكل طيبة هأتجاوز عن كتير أمور ولكن كل يت ضمن الصقف الوطني يحكينا عنه طيب دولت رئيس سألك الرئيس هون إذا كده رح تلتزم التدقيق الجنائي سألني وقلت له أنا مع التدقيق الجنائي كاملا كما صدر عماليس نواب دون استثناء أي مؤسسة وحتى أكتب من هك نشوف نشوف وين في تدقيق إذا ما في تدقيق كده نفوت عليه الجنائي نعمل تدقيق خارجي ونجيب شركات تدقيق للمؤسسات العامة كل لا يتدون استثناء وعد خمن أنه ممكن نغطي مرتشق أو مرتكب أو صارق إذا وجهت بأول جلسة للحكومة بإمكانية طرح بسألة إقارة حاكم مصر في لبنان رياض سلامي كيف بدك تواجه هذا الأمر مرسل في قوانين في قانون نقد والتسليف يعطي يحصن الحاكم ما فيه إنجاز قواني إلا إذا ثبت وأنا لا أحمي له ولا أي حدا إذا فيه إثبات لأي ارتكاب يكون حادث حديث أكيد نعم دولت رئيس خطك مع الصندوق النقد الدولي يعني حضرتك لأنه اعتبرت ريت اليوم إنك بتقول بدك تكون عندك دور رئيسي باتخاذ القرارات المالية والمطلوب صانع قرار مالي يعني أنت بلك تشرف على هذه الخطة المالية مع صندوق النقد الدولي مع فيه حيكون فيه خلية فريق عمل بوزير الوزير المالية هو حيستلم التنصيق والمباحثات مع البنك الدولي وطبعا أنا بحكمة ورئيس وزارة سأتابع وسأشرف وسأكون رئيس هذه الخلية للتنصيق بين مقتفل الوزرات لحتى نقدر نقدر نوصل لبر الأمان لأنه حضرتك بتقول أنه بمحل محلات قرار توقف عن دفع سندات اليورو بونتز من دون التفاوض مع الدائنين فوتنا بمشكلة وبدن نجرب نلاقي حل لهذا الأمر كيف بدك تلاقي حل لهذا الأمر ونحن جزء من أزمتنا المالية هذا القرار الخاطئ صحيح أنا صرحت بهالتصريح مبارح لبلومبرغ وقالت أنه أنا لو كنت موجود أنا ما بعمل ما بوقف الدفع وأنا فاوض مع اليورو بونز فاوض فاوض معهم قبل ما قلهم ما بتفعلكم هنه عارفين ما بتفعلكم بروحوا فاوض معهم بقلهم ليكوا يا بتقبلوا بالشروط التاعية أنا ما بتفعلكم إذا قبلوا بالشروط التاعي بكون أنا احترامت كلمتي وما تخلفت عن الدفع وبنفس الوقت ما ننسى مش بس المصاري الموجودة برة اللي مدينين اللبنينيين عندي المصارف اللبنينية أنا بدي أنقذها كنت أنقذت كل الكطاع المصري في تاعي لو أنا عملتها بطريقة هادئة بطريقة هادئة ورجعت عملت الله تمويل ريفاينانسي يعاد التمويل وعملتها لفترة زمنية طويلة وبحط شرط أني أنا ما بدي أدفع فرانك من الخزينة بس أنا ضغري أوقف أنا هالشي عم بقوله نابع من خبرتي كرجل أعمال أنا امرأة بعدة محلات وبعدة مرات بحياتي بمشاكل أو بمشاكل مالية وبعرف كيف بتفاوب مع البنوجة بروح بقل له أنا خلاص أنا ما بقى بدي أدفعلك وباي باي ميرسي لا بقل له أنا فيني أدفعلك بس أنا بالوقت الحاضر عندي مشكلة مشكلة سيولة بقدر ادفعلك يوم بعد عشر سنين وأنا هيدا الضمانات اللي عندي إياها فاوض أنا وياها وبقدر دلني حافظ على مصداقتي وعلى اسمي وبنفس الوقت بوفي الدان علي دولة الرئيس حضرتك حكيت عن تمامية وستين مليون دولار اللي هو مبلغ اللي بيسحق للبنان من صندوق النقد الدولي اللي هو من دون شروط هل رح يتم استعماله لتعزيز احتياطي مصر في لبنان أم لقيت فتوى معينة لا استعماله في موضوع الكهرباء لأنه الناس اليوم همه مثل ما قلت حضرتك الكهرباء والمحروقات والمعيشة والدواء لهذا موضوع أساسي بموضوع الكهرباء فضل هذا الموضوع أنا اليوم ما بريد استطبق ومن هلأ اني اختصر رأي الحكومة في وزير ميلي وفي وزارة بدي أحكي أنا وياها ونشوف شو الرأي بس أنا هلأ اليوم كمواطن بشفت الـ 860 مليون دولار اللي حيجونا بأيلول وشفت أنه حدد لنا إياهون الـ IMF صندوق المغد الدولي أن نستعملهم أما لتحسين مزان المدفوعات اللبناني أو لتحسين الوضع المعيشي والمساعدات الاجتماعية والمعيشية أو لتكون نوع من تمويل استثماري لإنتاج الكهرباء وتحسين الوضع المياه في لبنان ففي هذه من ندرسها ما بدنا نصرفه كيف من كان بدنا نشوف كل واحدة كيف نعملها تخصيص معين لحتى تقوم بالغرض المعين على الرغم أنه أنا على قناعة أنه موضوع الكهرباء يمكن ما تلزمنا نستعمله دول لأنه في عنا الصناديق العربية اللي باور تشكيل حكومة من جدد الاتصال معها وباعتقد هي حتكون متجاوبة معنا دولة رئيس أنا مترفوت على بريك أعلاني ما خلصت بعد معك بتحديد موضوع علاقاتك الخارجي العلاقة مع الخليج موضوع اتفاق الطائف رح توقف مع بريك لأنه لازم نفوت على بريك بدنا نحكي عن أربع أيب ما جايين نحكي عن أربع أيب طبعا والحصنات إذا حدا شو رح تعمل بموضوع الحصنات لأنه كله النطرين موقفك هون وفي موضوع مساجين رومية اليوم كل أمهات المساجين خاصة تم تبرئة سجنين بعد سجن عشر سنين صحية صحية طلعوا براءة وموضوع الموقفين حملون أمهات الموقفين بسجن رومية أنه أنت لازم تحكي معهم وتعمل شي بريك ونتابع تابع هذا اللقاء مع دولت الرئيس بيأتي مباشرة بين نقاش وبيروت دولت الرئيس بعرف همك كمان عم بتتابع كنت موضوع متل ما فهمت موضوع الحرائق بالحرائق بعكار للأسف لأنه صحيح فأدنا يمكن أجمل مناطق طبيعية ومحميات طبيعية بعكار وهذا الشي بلو القلب فعلا مبارز عندك شي تقوله بهذا الموضوع عم بتابع الحياة الموضوع مع محافظ محافظ عكار اللي هو عم بتابع أيضا أكيد على الأرض ومع مدير دفاع المدني ومع قيادة الجيش ومع هيئة الإغاثة وعم شوف يعني بإذن الله أنه الأمور مأمور حتكون تحت السيطرة ولكن بأسفني إذا فك اللحظة أنه مققول هالحرائق معمولة عن أصد يعني بس ندائل الناس حرام هايدي نحنا عم نقتل البيئة وعم نقتل الأجيال والشجرة تطلع بدأ سنين وبدأ سنواته عقود خلين نتبع على هالموضوع وعى حدا يخطر بباله أنه عم بيحرق هالموضوع لأمور خاصة يعني هايدي رسالة ورسالة كمان ونقل لك يا الرئيس عصام فارس مباشرة من موناخو اللي عم بتابعك دولت رئيس نحنا قدام الزكرة السنوية الأولى لانفجار مرفق بيروت السلامة لأستاذ عصام كيف رح بتتعامل حضرتك كرئيس حكومي مقبل ونائب مع ملفات رفع حصاني ممكن أنه يوجهها مع موظفين كمان تابعين لرئاسة الحكومي أو عسكريين تابعين لألك أول شي شو رح تعمل اتنين هل رح بتصير باختراح سعد الحريري رفع الحصانات عن الجميع أولا أربع آب فيك تسمية ما لتسمية بعتقيت جريمة العصر واليوم هي قيدة التحقيق والمحقق يعني حسب تاريخه له مصدقية وله مناقبية وعم بحقق بكل بأمور دقيقة نحنا بدنا نعطي كل الدعم لهالمحقق وانا مع رفع كل الحصانات ما من أي نوع كانت وما في حدا على رأسه لا شمسية ولا خيمة وهو وان هو متهم فهو متهم أنا بس ما بيهمني مين عنده إخلال إداري عمله بدي أعرف كيف إجت هاي وكيف فاتت وكيف استعملت وإذا مظبوط نسحب منها لأنه الكلام كتير هيدا كله يدتو بدنا نعرفه وهيدي أنا بقلك كالت أنا بكرة الساحة داعش هاستقبل كتلة نواب المستقبل أنا وكتلتي وحنوقع على الاقتراح القانون لمقدموا الرئيس حريري هيا أولا تانيا إذا في المبادرة الفرنسية اللي عم نحكي عنا في بند خاص عن أربع آب وأنا بإذن الله وأتكون إذا الله توفقنا وكننا بالسراية هاعمل ضغري خلية خاصة لأربع آياب وتكون ممثلين من أهالي الضحايا والمتضررين لحتى يتابعوا معنا هالموضوع لأنه لن نوفر أمر إلا بدنا نعمل إذن الله لأنه دولة الرئيس أنه ما حسنا خلال سنة أنه هالناس في حدا سأل عنهم يعني للأسف لهي العليا لغيسي كان دورة بعتذر يعني نوع من دور شكلي آخر شي الناس كانوا آخر شي ما عم بيشتغلوا مع الجمعيات وما حدا سأل عنهم أغلبية الناس يعني بسناء شركات تأمين اللي بعض مننا دفع البعض مننا ما دفع بغض النظر عن هذا الموضوع دور الجيش على الأرض كان مهم ولكن مش كافي لأنه ما بيقدر الجيش يقوم بكل الأدوار والمطلوب خلية عمل أساسية لحتى هالناس كلها سوى الموجودة بالستوديو ترجع لحقوقها هذا الحيصير هذا الحيصير لأنه هذا الموضوع سياسي إنساني اجتماعي صحي بدنا نكون فيه هذا من أولوياتنا هذا من الأمور وقت عم بقول أنا أنه بنهتم بالأمور الاقتصادية المالية المعيشية الحياتية هذا جزء أساسي من الموضوع وأعد هنا معك أنه يكون في خلية خاصة للموضوع دولت رئيس الرابع من قيب كمان مؤتمر بدعوة من فرنسا لمساعدة لبنان في كلام أنه ممكن رئيس ماكرون يجي على لبنان بزيارة خاطفة في كلام ما بعرف إذا شو تبلغت بهالموضوع بماذا يطالب نجيب ميقاتي هذا المؤتمر بأربع آيب النهار الذكرى المؤتمر طبع أربع آيب هيكون نوعا ما هيشارك فيه الكل وفي دول كمان لم تشارك بالماضي ولكن هلأ هتشارك بهالمؤتمر وحتعرفوه يوم أربع آيب هتشوفوا هتستغربوا أنه ساهمت شاركت وساهمت وهي كانت موضوع تساؤل عند الناس فمؤتمر أربع آيب ولكن محدود الأهداف تعيته عدل شوي عدل شوي عم بتقول فيه ناس ما ساهموا ورح يكونوا موجودين كلام كلام المتواضعين لا يعاد عظيم يعني عصدك تقول أنه فيه سعودية مثلا الإمارات دول الخليجي اللي ما كان وبالتالي 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 في مؤتمر آخر بأواخر بأواخر أيلول كمان للتكملة وأوسح هيكون وإن شاء الله بتكون الحكومة تألفت لها مش هناك عملوه على 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 مرحلتين يعني عم نحكي عن مؤتمر بيقاب ومؤتمر بآخر أيلول هل هذا جزء من الضمانات الدولية اللي أنت لحضرتك حكيت عنها دولة الرئيس لك الضمانات أو الوعود الدولية لمست أنه صار في في نوع من يعني كله مهتم بعدم أنه لبنان ينهار وبيعرفوا إذا نهار حيكون مش بس بلبنان هذه تكون بالموقعة هي حتكون بالمنطقة كلها ما نستهون إنهيار لبنان فبالتالي اليوم صار الكل مطلوب أنه وقف هذا الانهيار وقعادت نهضة لبنان ولكن الاتكال مش على الخارج ولا الاتكال على حكومة ولا على رئيس اتكال على الناس الناس كلها بدأت ساهم وتبلش تبني نوع من من ايجيبية بتفكير حتى إنه هالبلد هالبلد ليك يا مرسال هالبلد وقع وقع عدة مرات ولكن نحن دائما حتى كنا نكتب مواضيع إنشاء بالمدرسة كيف ينطلق طير الفريق تايما بينزل وبطلع ما تخاف نحنا نزلنا ونحنا منهارين اليوم ونحنا فقدنا النظامنا المصرفي فقدنا الطبي فقدنا التعليم كل شي صار مفقود بالبلد ولكن أكد لك إذن ففية النيات وتضفرنا وحطينا ايدانا بايدان بعض بيرجع بينهض وإن شاء الله بتكون هايلي ذكرى مبدال مستمرة عظيم كتير حمهم دولة الرئيس يعني عم تقلنا نحنا ما شفنا حدي تلق يعني دعم سعودي كامل أو خليجي كامل لحضرتك من وراء هذا التكليف هل تتوقع أن يتم فك العزل العربي والخليجي عن لبنان بالمرحلة المقبلة بعرفك رح تقل لي دورنا اللبنانيين ولكن آخر شي في دعم وغطاء عربي لهذا البلد نحنا بحاجة لأله أي سياسي بدك تتبعها مع العالم العربي بدك ترجع تكرر مسألة النائب النفس شو عم بتقول فضل يا استيز مرسيل هو عتعتبر أنه في دولة تتحالف مع فرد ما في دولة تقول والله هتحالفت مع ناجيب مئاتي دولة تتحالف مع دولة عظيم اليوم نحنا بس نحنا كإدارة هذه الدولة يجب أن نعيد لبنان بأن يلعب دوره ويرجع الحاضنة العربية وبنفس الوقت أن لا يشعر هذا المواطن العربي وكأن لبنان مركز للتآمر أو للتدريب العسكري ضده أو للإعلام ضده هيدا هون بدي هيدا قصة قصة شعور نحنا ما أنا بتحالف مع أي شخص آخر بس لبنان سنعيد صورته بإذن الله صورته صورته البراقة لحتى يقدروا الدول الأخرى تقبل أن ترجع تتحالف مع لبنان بس نحنا ما عمنا خيار إلا التحالف العربي والحضن العربي إذا اعتذر نجيب مئاتي هل يكون حقيقة تم القضاء على اتفاق الطائف يعني رئيس جمهوري أطاح بثلاث رؤساء حكومين مكلفين شو؟ لا اتفاق الطائف ما بينقضاء على إذا واحد اعتذر أو واحد تكلف أو ألف أو ألف غلط أو شي أي شي بس أنتو كدار الفتوى اتفاق اللبنانيين أنها حرب عظيم بس دار الفتوى ورأسها لحكومة السبقين سبق وحملوا رئيس الجمهوري والعهد الحالي مسئولية الانقلاب على الطائف إذا كفى الوضع بهذه الطريقة أنتو شو رح تقولوا رح طالبوا بإسقاط العهد أو بإطالة نحن إذا كان نعم إذا كان إذا كان في ممارسة خاطئة منقول هذه الممارسة خاطئة وإذا كان في ممارسة طبيعية مثل ما ننظر إلى دستورية ما حنقول شي وخلي كل من يعمل بريحه بلد ديمقراطي إذا كانت ضمن الصقف الدستوري نحن منها طلعين براء الطريقة أبدا بأي حال بيناعمل ما هو المدى الزمني الذي تعطيه لتشكيل حكومتك أيام أسابيع أشهر لك ما بقيد نفسي بموضوع مثل ما قالك ما بقيد نفسي بعدد الحكومة ما بقيد نفسي لا بأيام ولا أسابيع ولا أشهر أنا عم بعمل كل جهدي أنا قبلت التكليف قبلت التكليف لحتى ألف هأسعى كل جهدي بالتعاون مع فخامة الرئيس أني ألف بأسرع وقت ممكن الجيش هالسرعة نعم ما بدي أأمل للبنانيين أنه سريعة كتير ولا ولا بيحمل البلد أني طول كتير يعني أنت بتعتذر أنت شو بتأمر شو بتريد هل نتابع خطة 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 كتبت علينا علينا أن نقوم بها بطريقة مضبوطة بمخافة الله وبطريقة سليمة تحت صف الدستور بدي تتابع ما في شي ما في شي ما في شي بيجبرني أني اعتذر بالوقت الحاضر ولا شي في مجال الاعتذار توصلت مع وليد جملة توصلت مع الرئيس بري توصلت مع حزب الله بمكتب الرئيس بري يعني المسؤولين بحزب الله هل حسات من خلالهم تعاون كامل عرضوا عليك أسماء أنت قلت له انتركولي أنا التسمية هذا الموضوع كيف رح تديره مسألة التسميات أنا بقول كل اللبنانيين المخلصين أكدوا على تعاونهم حتى اللي ما سموني حتى اللي ما سموني اللي ما سموني بالاستشارات نيبي بالمجلس وقت مرأوا عليلي قالوا لي نحن مضبوط لم نسميك ولكن نحن مستعدين على التعاون الكامل معك في المواضيع اللي مفروط بما فيهم العشاء السري مع جبران بسيل ما في شي سري عزمته عادي وإجا عادي وتعشينا سوا طلع يعني ما عملنا مننا إعلام يعني ما بس حكيته أنا يومتا بعد ما رجعت من السفر وقال لي أكيد بجي وجت عشينا وكان جو جو يمتاز بالصداقة وعادي وقال لي قال لي بالعشاء قال لي لن أسمي ولن أريد تمسيل ولن أعطي الثقة حلو آخر ثلاث أسئلة سريعة هل تتعهد إجراء انتخابات نيابية لو مهما كلف الأمر هذا الموضوع بالنسبة لأيلي أساسي جدا وأنا امرأت بتجربة بالألفين وخمسة بهذا الموضوع وبيعرفوا أنه كمان كان في في نوع من مخطط بتمديد المجلس بالألفين وخمسة أنا كنت رئيس وزارة وضغري أسارات على إجراء الانتخابات دي وقتها هل ستأخذ الانتخابات ما حدا حط علي شرط ولا أنا بقبل حدا نحط علي شرط لكل حادث حديث هل رح يشاركوك الفرنسيين بأسماء بعض الوزراء لأنه نقال أنه الفرنسيين طلبوا مجموعة الوزراء مجموعة ولا 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 وصلنا ولا عم نحكي بالموضوع إن شاء الله بدون يشاركونا شغلك على موضوع العفو أنا أصلا مقدم اكتراح قانون لمجلس نواب هسعى فيه بكل قوة أنا مقدمه من سنتين بالألفين وثمانتعش بقول فيه إنه يجب التعويض على اللي اللي بيصيره اللي بينسجنه بيتوقفوا وبيطلعوا أبرياء فأنا هسعى فيه لأنه أنا وصلي السرخة طبع الطبع الاتنين اللي طرروا عشر سنين وطلعوا طلقوا بريئين هيدول حتما اللي يجب يتعوض عليهم كيف بالقانون بده يتعوض عليهم وهجرب أنا أسعى أني أحرك هذا القانون ونفس الوقت أن تتحرك المحاكمات على الموقوفين بشكل عام بسجون رومية وبسجون لبنالي في زمالتنا بصار الوقت وبالشر الأوسط بولا أصليح سؤال فضلي بولا نعم مساء الخير دولة الرئيس بدأ أسألك بخصوص مساء النور دعمك وتكليفك من قبل حزب الله هل أسعدك هذا التكليف خاصة أنه البعض وفي معلومات تتحدث أنه السعودية قد تتعامل مع حكومتك الجديدة على أساس أن حكومة حزب الله كما تعاملت مع حكومتك في 2011 وهل صحيح أنه أنت اشترط أنه يدعمك حزب الله للحصول على دعم شيعي مطلق بمقابل الأقلية المسيحية اللي تكلفت فيها يا ست أنت لبنانية وبتعرف الواقع اللبناني حزب الله موجود مجلس نواب كتلة وفاق للمقاومة كتلة موجودة وهي فعلة سياسيا اجت أرادة تسبيتي هل هتعتبر هالشي هو إيجابي ولا سلبي إذا لو ما سمتنا كنا قالنا سلبي وحزب الله ما بده حكومة وكل لايته على عيب واليوم سمتنا يعني يعني بس الكلام يحكى يحكى رجاء يعني من المثقفين والإعلاميين بسمع أنه هيدا نجيب مئاتي أمريكاني وكيف سميه حزب الله وبرجع بشوف محل تاني كيف حزب لأنه حزب الله سميه صار كل لايته كأنه على حزب الله يعني خلالنا نعتمد ونوقف على بر بر واحد ونجي نقول نعم سميني حزب الله وحركات أمل وكتلة النضار الوطني وكل لايته سموني وأنا جزء من هاللعبة السياسية اللي هي بتعطيني زخم إضافة لحتى أنجح بمهمتي آخر ميت يوم عم تحكي أول ميت يوم بدك تمنع انتشار الحريق شو قولويتك بأول ميت يوم آخر سؤال بس أنت مي قال لك ميت يوم أنا ما بحدد حالي بفترة زمنية أنا يمكن أنا ما بحدد حالي بفترات زمنية بس أن أول شي ما أنا لوحد بيكم في القرار هادي جاية بحديثك لبلومبرج شكل الحكوم شكل الحكومة اللي بتكون اللي هي أول أول صدب إيجابية إذن الله بتكون عند الناس شو بتقول للناس بأخر الحديث شو بلاك تقلهم للناس ينطروك يعني يعطوك 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 وقت شو بقلهم للناس أنا حاسس بواجعهم وأنا مثل كل مواطن لبناني وأنا مع الناس وبدنا ونحنا مرأة بمصيبة كبيرة ونحنا اليوم بقلب الجورة ما نجي نسرخ نقول مين نزلنا بالجورة وبدنا نحاسس بلنزل بالجورة طلعوا خلينا نطلع حالنا من الجورة وبعدين ونصف لهم عمرهم كلهم سوا شكرا 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 دولة الرئيس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر